يشهد العراق بين الحين والآخر هجمات صاروخية على القواعد العسكرية التي تضم قوات أجنبية وأخرى داخل المنطقة الخضراء في بغداد دعونا نستعرض أبرزها هذا العام في الثامن عشر من الشهر الماضي استهدفت خمسة صواريخ قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضم أمريكيين مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص وأضرار في منشآت أمريكية في هذه القاعدة في الرابع عشر من الشهر نفسه استهدفت هجمات صاروخية قاعدة للتحالف الدولي داخل مطار أربيل في قليم كردستان العراق واستهدفت أخرى القوات التركية في قاعدة بعشيقة مما أدى إلى مقتل جندي تركي في الثالث من أبريل استهدف هجوم بصواريخ كاتوشا قاعدة بلد الجوية وسقط الصاروخان في محيط القاعدة من دون وقوع إصابات أو أي أضرار في الخامس عشر من مارس الماضي استهدفت سبعة صواريخ قاعدة بلد الجوية الشمالي بغداد سقطت خمسة منها على القاعدة من دون إصابات فيما سقط الصاروخان الآخران خارج القاعدة في الثاني والعشرين من فبراير سقط الصاروخان على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد من دون أن يتسببا في إصابات وسقط صاروخ آخر في حي الحارثية ورابع أصاب مقر جهاز الأمن الخامس عشر من فبراير شهد أول هجوم صاروخي على القوات الأجنبية في العراق خلال العام الحالي من خلال استهداف ثلاثة صواريخ على الأقل قاعدة جوية في مطار أربيل بقي الفاعل مجهولا في معظم هذه الهجمات لكن أصابع الاتهام الأمريكي وجهت غالبا إلى جماعات مسلحة مدعومة من إيران ترجمة نانسي قنقر